في كل مكان سعد الله وأوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد المتجدد معكم ضمن سلسلة منتديات الحوار اسمحوا لبداية وقبل أن ننطلق في هذا اللقاء نيابة وأصالة عن السيد المدير العام للمؤسسة الأستاذ محمد يعقوب وكل الزملاء بمؤسسة الحوار أن أرحب بالزملاء الصحفيين الذين يحضرون معنا لتغطية هذا اللقاء وأن أرحب أيضا بقيادات وإطارات حزب جيل جديد كما لا يفوتني إلا أن أرحب بضيف الشرف في هذا المنتدى رئيس الحزب الأستاذ جلالي صفيان إذن هي بادرة وأول منتدى سياسي مخصص لسلسلة منتديات الحوار السياسي التي سنستضيف فيها رؤساء الأحزاب المشاركة في تشريعيات الثاني عشر من شهر جوان من هذه السنة سنبدأ اليوم مع حزب جيل جديد الذي يشارك في الانتخابات كحدث انتخابي وكحدث سياسي لأول مرة منذ تأسيسه أي قبل عشر سنوات وقبل أن نبدأ في هذا المنتدى يجب أن نعرج وأن نعرف برئيس الحزب الأستاذ جلالي صفيان إذن جلالي صفيان هو رجل سياسي ورئيس لحزب جيل جديد منذ سنة 2011 بعد انسحابه من حزب التجديد ولد جلالي صفيان في السادس عشر من شهر سبتمبر من سنة 1958 بولاية البليدة في بيت جده لأمه التي تعرف بعائلة بو الشيخ ينحدر من عائلة عاصمية مثقفة وعريقة آل جلالي وهي امتداد لنسل العلامة البارز عبد الرحمن الجلالي زاول دراسته الابتدائية بمدرسة ميرابو برويسو ثم التحق بثانوية الثعالبية بحسين داي وقد أنهى دراسته الثانوية بثانوية الإدريسي المتواجدة اليوم بساحة أول ماي مارس رياضة الفوريسية خلال فترة شبابه أين توج بطلا للجزائر سنة 1975 وبطلا مغاربيا في تونس سنة 78 جلالي صفيان أب لأربعة أطفال من بينهم بنتين من زواجه الأول التكوين العلمي لرئيس حزب جيل جديد بعد حصوله على شهادة البكالوريا التحق بالمدرسة الوطنية للبيطارة بالحراش وكان الأول في دفعته المتخرجة سنة 82 ليلتحق بعدها بمدرسة البيطارة بأفلور بفرنسا أين زاولة ربوسه بقسم التشريح وموازات مع ذلك التحق بجامعة جوسيو بيباري حيث واصل دراسته لنيل شهادة دراسات التطبيقية التي تحصل عليها سنة 83 تمكن من تسجيل في ذات الجامعة لمزاولة دراسة عليا لنيل شهادة الدكتوراه درجة ثالثة التي حصل عليها سنة 1985 جلال سفيان بعدها واصل دراسته لنيل شهادة الدكتوراه دولة بالتعاون مع معهد باستور في باري والتي توج بها سنة 1988 نشرت له العديد من المجلات العلمية الشهيرة أبحاثه وأعماله في مجال البيولوجيا والبريتوفيروس أحد الفيروسات المسببة لمرض السيدة أثناء إقامته بباريس نشر مجموعة من المقالات الموجهة لعامة الناس بصفته صحفي مختص في الشؤون العلمية وذلك من خلال الصحفية أو الصحيفة المتخصة لأسبوع البيطاري وبعد عودته إلى الجزائر عينة كأستاذ مساعد في جامعة البليدة انخرط في الحياة السياسية عبر بوابة حزب التجديد الجزائري أي نشارك في العديد من الاستحقاقات الانتخابية سواء بصفته مرشحا مثلما كان عليه الأمر بالنسبة لانتخابات تشريعية لعام 91 وعام 97 أو بصفته مدير الحملة الانتخابية أثناء رئاسيات 95 قدم جلالي سوفيان استقالاته من منصبه في حزب التجديد بسبب خلافه مع رئيس الحزب أنذاك بعدها حاول تأسيس جمعية تحت اسم حركة الحريات والتنمية وقبل برفض طلب اعتماد هذه الجمعية من وزارة الداخلية سنة 2001 حاول مع مجموعة من السياسيين تأسيس حزب البديل الذي رفضت أو رفضت سلطة الترخيص لعقد مؤتمره التأسيسي ليتفرغ بعدها للكتابة والتأليف كخيار لمواصلة نضاله السياسي أين نشر سنة 2002 أول كتابي له بعنوان الجزائر تم الإعلان عن تأسيس الحزب الذي عقد مؤتمره التأسيسي سنة 2012 من خلال انتخابه رئيسا للحزب بولاية تيبازا إذن هذا التعريف وجيز ومختصر عن رئيس حزب جيل جديد جيلالي صفيان قبل أن أفتح المجال للنقاش والحوار مع الزملاء الصحفيين الحاضرين معنا أتيح الفرصة لجيلالي صفيان في كلمة تأطيرية وكلمة كأرضية نفتتح بها النقاش بعد حين الأستاذ جيلالي صفيان أول مرة يشارك حزب جيل جديد في محطة انتخابية لماذا هذا الوقت؟ بالذات أيضا ربما التقيت مع رئيس الجمهورية ثلاث أو أربع مرات ما فحوى اللقاءات هذه التي ذأبتم عليها مع رئيس الجمهورية وأسئلة أخرى سنطرحها بعد الكلمة التأطيرية الأولى لك سيد جيلالي صفيان شكرا السلام عليكم مرة أخرى صحة رمضانكم صحة سيامكم إن شاء الله بالصحة والأمان شكرا سيحجي على هذا التقديم ولسمحت لي برك صحح ربما فكرة هي أنه بعد تأسيس الحزب شاركنا في الانتخابات 2012 في الانتخابات الشرعية والانتخابات المحلية ما نعودوش نرجع على النتائج لأن النتائج أنا ذاك لم تكن حقيقية للأسف نحن كنا ندخل في المعركة السياسية في 2012 على أساس الانتزامات الرئيس السابق كان في خطابه في 15 أفريل 2011 ثم في 2012 على أساس أنه نذهب إلى تفتح سياسي من جديد ويكون تغيير حقيقي للأسف لم يكن هذا لحصل ولذلك منذ ذاك الحين كنا أخذينا موقف مقاطعة كل الاستحقاقات لأنها موقعت أي تقى مع النظام السابق لبناء ممارسة السلطة التعوى على أساس نوع من استبداد وغلق كل المجال مع توزيع الحصص للأحزاب المشاركة في الانتخابات تشريعية أو محلية كانت وإحنا متنعنا تماما خاصة بعد العهد الرابعة وين الرجل ظهر على شكل إنسان مريض غير قادر تماما على تسيير الدولة ومع ذلك عدد كبير من الأحزاب السياسية ونشطاء ورجال ونساء من السياسة سندوا تلك العهد الرابعة والبعض منهم سندوا بعد ذلك العهد الخامسة والكل يعرف النتيجة التي وصلنا إليها في 2017 مع الانتخابات التشريعية والمحليات احنا كنا في جيل جديد قمنا بحملة لرفض هذه الانتخابات والمقاطعة ووصلنا في بداية 2018 وبمناسبة يعني عيد ميلاد الحزب في 11 مارس سنة 2018 قلنا أنا داك أنه نرفض العهد الخامسة وسنخرج إلى الشارع مهما كان الأمر حتى وإلى خارجنا واحدين يعني في جيل جديد ثم بعد ذلك حاولنا أن نعمل مع عدد كبير من نشطاء السياسيين المعروفين اليوم لنشأة تكتل بتسمية مواطنة على أساس أن ندافع على البعد المواطني للمواطن الجزائري وحاولنا يعني إقناع وتحسيس الرأي العام على أن عهد خامسة تكون كارتية للبلاد فخرجنا إلى الشارع في شهر أوت 2018 في العاصمة في ساحة شهداء ثم في قسنطينا ثم في بيجايا وبدأ الضغط علينا يعني ونوع من قمع على كل يعني باش نختصر الأمر الدهاب إلى العهد الخامسة كانت القطرة التي أفضت الكأس ونظن أنه الشعب يعني رفض كلية هذا تلك المسار وأصبح يعني الجزائريون استرجعوا سيادتهم على القرار السياسي لأن كنا سنة بعد سنة نضيع سيادة البلاد ونضيع ثروات البلاد وخلينا يعني ناس لجاو اشتاحوا الميدان السياسي بالمال الفاسد وربما حتى ببعض علاقات مع أوساط سياسية خارجية اللي كانت ربما تدي البلاد إلى مال يحمد عقبة أقول هذا الشي باش نذكر بركب اللي في يوم 22 فبراير 2019 كنا من المشاركين مع إخواننا في الشارع ووصلنا تظاهرات حوالي سنة حتى بعد الانتخابات الرئاسية بعد ذلك لعدد من الأسباب لنقدر نطرح إليها اخترنا الطريق الطريق الحوار والرجوع إلى الميدان السياسي وبناء محاولة بناء مسار سياسي جديد يكون ممكن الطريق الثالث في الحقيقة ما بين النظام السابق وما بين بعض الأحزاب السياسية اللي كانت أصبحت بموقف راديكالي نذكر كذلك أنه في محاولة الحوار في 6 جوليا 2019 بمبادرة بعض الأحزاب السياسية كنا احنا مدعوون فقط حضرنا لتلك الحوار وحاولنا أن نفتح أبواب بش تكون يعني يكون المخرج من الأزمة يكون مخرج سياسي اليوم البعض يعني من الفئات اللي صبحت يعني تتكلم باسم الحرة ككل تخون وتحاول أن تشوه صورة الناس لاختاروا طريقة الحوار أنا ندير المقارنة فقط عندما كان نظام منغلق على نفسه يستعمل كل إمكانيات السلطة والدولة عندما كان يوزع الامتيازات ويعطي الحصص في المؤسسات كان جيل جديد يحاول أن يوعي المواطن على خطورة الوضع بالمواقف وبالعمل الميداني عندما الشعب قال الكلمة تعو وراحل الشارع وربما وهذا شيء طبيعي جدا أنه يفكر إلى نوع من ثورة حاولنا أن نشرح للمواطن من خلال مواقف انتعنا أنه مصلحة البلاد هي التغيير ولكن التغيير في الأمان التغيير في بالسلم التغيير بالهدوء شيء مهم جدا أنه من حطمش أسس الدولة الجزائرية ومن سهل الفهم هذا الموقف لأنه عندما نشوف وش صار حولنا نفهم جيدا أنه يعني عندما الشعب ينطفد ماهيش لعبة وندفع بالشعب إلى نوع من تطرف هذا يرجع بكوارث لحبين يروحوا لمخرج سياسي هادي السؤال تعي هل في عهد النظام السابق كانت ديمقراطية وكانت حرية التعبير وكانت دولة الحق والقانون قائمة والآن بعد هذا الحراك الشعبي أصبحنا في ديكتاتورية وإنعدام الحريات وإنهيار دولة القانون هذا لازم يجاوبوا عليه لماذا الأمس كانوا يشاركوا في كل عملية سياسية واليوم صبحوا ينتقدوا ويرفضوا أي عملية سياسية فإذن أنا وش فهمت أنه كنا في الديمقراطية وفي دولة القانون واليوم صبحنا في الدكتاتورية وعدم دولة القانون البارح كانوا يشاركوا واليوم صبحوا ينتقدوا من يشارك خليني نزيد نقول في قضية الحراك هذه أنتم تعرفوا جيدا أن المواقف جيل جديد كانت مواقف سياسية معارضة نجم نقول يعني راديكالية في عهد الرأي السابق ومن خلال هذه المواقف كنا يعني عندنا اتصالات واحتكاك بكل الأوساط المعارضة أنا داك مهما كانت داخل المؤسسات أم خارجها ونعرف جيدا يعني هذه الأوساط حتى لي ينشطوا في الخارج كذلك منهم بعض يعني التيارات اللي اليوم صبحوا يحاولوا يحتاكروا الحراك احنا يعني مبكرا المسنا أنه في بعض الأوساط اللي كانت تغلغلت داخل الحراك وحاولت يعني تجلب إليها الغطاء تاع الحراك أنه كان بعض الممارسات اللي ما كانش تخلينا نكون متهنيين على البلد كانت كانت مناورات كانت مخططات كانت يعني أهداف اللي ربما ما يقدروش يبوحوا بها مباشرة ولكن نحن متأكدين كل التأكيد أنه كان الهدف الأساسي لبعض الأطراف نقول مليح ببعض الأطراف ما هوش الحراك كحراك وما يعني بدون من نشير إلى الأغلبية السحقة اللي كانت يعني من المواطنين اللي كانوا يخرجوا في الحراك ولكن بعض الأطراف تحاول تدفع بالمواطن إلى الاستضام وخلق يعني نوع من شرارة داخل الشارع باش يوصلوا إلى ربما باستفزاز قوة الأمن إلى بعض الانزلاقات وعلى تلك الأساس ينادون بحماية المواطن وحماية حقوق الإنسان وحماية الديمقراطية إلى آخره ويلجأون إلى بعض الأوسط في الخارج الكلام لأن يقولوا أنا واعي أنه ثقيل وخطير في نفس الوقت ولكن اتحمل هذه المسؤولية لأن يعني هذه ليست ليست تحليل ولكن معلومات بحوزتي من خلال الاتصالات اللي كانت عندي مع عدد كبير من الناس اللي هما في الداخل وفي الخارج أعيد وأكرر يعني هذا الموقف الآن نحن نذكر في مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية أنا أنا كدرت ندوة صحفية وشرحت الموقف قلت الآن مع كل يعني المساندة للحراك وفهم مليح منطق الشارع الجزائري اللي كان يحب التغيير الحقيقي صبحنا أمام أمر واقع كانت هناك انتخابات رئاسية وعندنا رئيس شرعي يعني جاب بالقانون ومعترف به في العالم فإما نرفض أي شرعية للرئيس والنظام الجديد اللي هو في سير البناء لأننا أصبحنا تقريبا بدون نظام سياسي الآن إما نتقبل الحوار وإلا نرفض كلية ونبقى في منطق ثوري وهذا يؤدي بنا ربما حتى عمل لخارج القانون وإما يعني نرفع الرايا البيضاء ونقول باللي ما بقاش أمل للتغيير ونرجع يعني كل واحد للشغال تعه للعائلة تعه للمنزل تعه حنا اخترنا طريق الحوار والحوار نضم مباشرة بعد اللقاءات مع رئيس الجمهورية يعني شرفني باش تلاقيته وكذلك يعني لقاءات مع عدد كبير من الشخصيات لزار الرئيس بعد اللقاءات الأولى دخلنا في مرحلة الإفراج على عدد كبير من السجناء الرائي اللي كانوا اعتقلوا في سنة 2019 فالحملة اللولة للإفراج على المعتقلين رد فعل بعض الإخوان اللي تكلمت عليهم والإخداء موقف راديكالي صبحوا يناديوا بالتصعيد يعني الإفراج على المعتقلين كانوا يشوفوها كأنه ربما نقطة ضعف للنظام وكانت الفرصة باش يزيدوا يساعدوا في لقائي ثاني في شهر ماي 2020 مع رئيس الجمهورية وعدني أنا داك بإطلاق صراح بعض المسجونين السياسيين المعروفين وكانت زوج أسماء كنت أعطيتهم للرأي العام يا للأسف رد فعل نفس الأوساط كان شديد وعنفي كبير ورافضين أي مسار للتهدئة ولأي مسار للذهاب للحواء فأصبحت العملية واضحة يعني اللي كنا نقول فيه من قبل وأن هناك محاولات لدفع البلاد في أزمات اللي لا نهاية لها حتى ربما نصل إلى الكاريتا كان مهم جدا أن ندفع بالبلاد بالعكس يعني حتى ولا نسبح ضد الطيار يعني ناجي باش نحاول نقنع الإخوان والمواطن الجزائري المواطن العادي البسيط عنده يعني رغبة في التغيير وشي مشروع وما عندوش ما يأمنش يعني السلطات مهما كانت لأن في السابق كانت كتير من الأحيان وغلطوه وكذبوا عليه ويعني ما كانوش ما كانوش في المستوى السلطة لم تكن في المستوى تماما في العلاقة التحامة بين هما كحاكم والمحكوم ولذلك مفهم جدا أنه شرائح واسعة من المجتمع أن ترفض أي مسار سياسي مع نظام قائم في الدهنية التحامة أنه ما زال امتداد للنظام السابق ونظن هنا كان غلطة في التفسير وربما كان تقسير من قبل حتى السلطات لموصلتش الرسالة كما ينبغي نشوف مثلا في تونس بعد الثورة ثورة الياسمين في الربيع العربي شعال من مسؤول صبحت حاسب أمام القضاء التونسي بعض الأشخاص فقط كانوا قلائل هنا في سنة 2019 و2020 دخلوا السجن من أكبر مسؤولين اللي كانوا في الدولة ولي كانوا مهيمنين على السلطة بالعشرات وربما بالمئات عندما نجمع كل مسؤولين عشرة من الوزراء من وزراء أولين من ضباط سامون كانوا في كل الأسلك تاع الجيش والمؤسسة العسكرية عموما من رجال أعمال من ولاة إلى آخرين فكيف نقول أن لم تحدث ثورة في الجزائر نعم كانت ثورة في الجزائر ونظام سابق أنهار تماما كل أسس تاعه نهارت والآن دخلنا في مرحلة إعادة بناء من جديد نظام سياسي بتشكيلة بشرية أخرى بربما ممارسة أخرى حتى المواطن ما زال ما يحسهاش مباشرة فلذلك سندنا في الاستفتاء يعني مسار الاستفتاء وتكلمنا إيجابيا عن الدستور وسندنا فكرة حل البرلمان ودهاب الانتخابات باش نعيد كل الآليات والوسائل السياسية اللي نسير بها المجتمع ككل البلدان المتقدمة هناك برلمان هناك حكومة تنبثق من البرلمان هناك يعني إنصاف في عملية الانتخابات هناك لجنة مستقلة لتدير الانتخابات مع نقاط الضعف ونقاط الإيجابية ولكن المهم أنه الآن دخلنا في مرحلة إعادة بناء نظام سياسي يكون جديد فعلينا أن ننجح في هذه العملية ليست لنا ضمان أنه نحن الآن نذهب إلى نظام سياسي يكون ديمقراطي مع دولة القانون والحق ولكن لازم نكون في الميدان لأن التغيير يجي موش بالشعارات ولكن بالأفعال هذا يوصلني لختامة هذه الكلمة وسمح لي ولطولت كان مهم أن نعطي هذه المرجعية لإخوان يفهموا مليح موقف جيل جديد شكرا شكرا لك أستاذ جلال سفيان كلمتك معنا تحدثت عن مصار الحزب منذ التأسيس تكلمت عن المعارضة تكلمت عن بعض الصور للنظام السابق إلى أن وصلت في الختام أنك سندت نتائج الانتخابات الرئاسية وسندت المشاريع التي جاء بها رئيس الجمهورية في الوقت الحالي لحد تعبيرك بعدما وصلت إلى نتيجة أن بناء نظام سياسي جديد يأتي عبر انتخابات جديدة ومؤسسات جديدة إذن الآن أفتح مجال النقاش ومجال الأسئلة مع الزملاء الصحفيون حاضرون معنا ترد لإيمان طبيب أعطيها الميكروفون فقط رأو السلام عليكم إيمان طبيب من قناة النهار وزارة الدفاع بالأمس كانت قد نشرت بيان يتعلق بمحاولة جماعة إرهابية أن ربما توقع البلاد في الهوية وهي حركة الماك كيف ربما الآن للأحزاب السياسية ونحن مقبلون على تشريعيات 12 جوان أن ربما نحمي البلاد من هكذا جامعات أيضا ساعات قليلة تفسرون عن نهاية إداع الاستمارات كيف كانت العملية وكيف تقيمونها سلام عليكم عبدالرق عرشاوي يومية الحوار مرحبا بك سيد جولال سوفيان عندنا أول سؤال يهجمك الكثير من الحراكيين ويتهمونك بالانقلاب على موائق كيف يرد سيد جولال سوفيان على هذا الاتحام مؤخرا شاهدنا ظهور بارز للحركة الانفصالية الماك على أرض الواقع من خلال اعتداء على رجال الأمن في تيزيوزو وأيضا إعلن الجيش تفكيش شبكات تابعة للماك تستهدي في الحراك ما هو موقفك من هذه التطورات التي تحدث في الصح شكرا لك شكرا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته علي أيت عمار صحوفي متربس سؤالي هو هل يستطيع جلالي سوفيان عقد تجمع شعبي عبر تغريدة على تويتر أو الفيسبوك دون اللجوء إلى أي تعبئة أخرى إذا كان الجواب لا ما هي الأسباب التي أدت إلى انعزال الشباب عن الحياة السياسية وما هي استراتيجية حزبكم لرد الاعتبار للحياة السياسية في الجزائر شكرا 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 على الأسئلة صحيح أنه الآن يعني دخلنا مباشرة في يعني الأحداث الأخيرة أنا لمحت قبلت على أوصات لتغلغ للدخل للحراك وحاولت تجر الحراك إلى ربما سياق خطير جدا وشفنا في الحقيقة نوع من تحالف ما بين زوج أطراف بعد الأطراف منذ أسابيع شفنا أن من العناصر انتحها متورطة في بعض الممارسات الخطيرة ولي وصفها يعني حتى الوزارة الدفاع بشبه الإرهابيين ويوم الأمس كذلك طرف آخر في موضوعين يعني مختلفين تماما متناقضا ولكن في داخل الحراك كان هناك نوع من التحالف يعني يعني يمين متطرف هوياتي مع تيار آخر لربما حب يعود إلى سنوات الجمر وهذا كان خطر وكنا فهمينه وعرفينه من البداية الآن في قضية حركة الماك هذه نعرف أنه هذه الحركة متواجدة منذ سنوات في منطقة القبائل وكانت يعني تحاول أن تأخذ قوتها تستني قوتها من هذا المنطقة على أساس أنه منطقة مهمشة وغير معترف بالبعد الهوية التحى إلى آخره الخطير هو أنه بعض الناس حتى قيادات هذه الحركة دخلوا في منطق انفصالي عندها سنتين رئيس هذه الحركة تكلم بصراحة وقال باللي لازم تكون قوة رادعة داخل المنطقة القبائل باش تسير المصالح العمومية في هذه المنطقة يعني يخلقوا موازين مع الدركة ومع الشرطة سلك أمني داخلي للمنطقة يعني عندما دخلنا في هذه المنطقة أصبحت الأمور خطيرة جدا نحن ما لازمش أن نخلط كل الإخوان اللي عندهم حساسية اللي ربما يقول لك نوع من استقلالية المنطقة والبعض منهم يروح حتى فكرة الانفصال لازم نحرب هذه الفكرة وبالتي هي أحسن جدلهم بالتي هي أحسن عدد كبير من الإخوان مسالمين ما راحين يلجؤوا إلى أعمال خطيرة ولكن في الأوساط بعض الأوساط المتطرفة ممكن جدا أن تستغل هذا الغطاء وتستعمل هذه المنظومة لأهداف تكون خطيرة جدا فأنا ما عنديش معلومات أكتر من التي اليوم بنصيب كل الإخوان من خلال البيانة الرسمية ولكن إذا كان مسؤولين تعهد المنظومة اللي هما متورطين في عمل تعالعنف وربما أكتر هذه من مسؤوليتهم ولازم يعني السلطة تجعل الحد نهائي لهذا العمل لغير مقبول تماما نظن الأغلبية الساحقة على الجزائريين وبما فيهم الإخوان المواطنين على منطقة القبائل نحن متواجدين في تلك المنطقة وعننا علاقات طيبة مع عدد كبير جدا من الإخوان في تلك المنطقة فأكرر الأغلبية الساحقة للجزائريين يعني يرفضوا تماما بمساس وحدة الوطن الوحدة الترابية والوحدة تاع الشعب الجزائري فإذن هذه الجماعات ربما هي من الأقلية جدا ولكن عندها صوت رافع جدا مرتفع جدا هذه الأقليات لازم يكون حد للنشاطة التحهم لأنها يدفعوا بالبلاد إلى مخاطئ سؤال الثاني حول التوقعات عملية التوقعات كانت عملية في نفس الوقت صعبة ولكن كانت يعني كيفش نقول يعني تعطينا مشجعة ولا حافز حافز باش نروحوا للمواطنين تعرفوا كلكم اللي تبع على صحة سياسية أنه جيل جديد أول أنه حزب ما عندوش أموال ما يخدمش بالأموال تماما معنا حتى علاقة مع أي أوساط تعارج الأعمال ثانيا حزب متكون من إطارات شابة يعني الناس يخدموا على رحهم بعرقهم ما عندهمش إمكانيات كبيرة ثالثا ما عندناش منتخبين في البلديات وهذا عش تقول عامل مهم جدا جيل جديد جاب الاستمارات ورقة بورقة وربما بعض الإخوان هنا كانوا وصلوا لكم مطالب لتوقعات على الاستمارات يعني عملنا في الميدان وننجم نقول لهم نقول كل الاستمارات حلالية في الميدان بالعكس كان عندنا بعض المعلومات لشوية قلقتنا لأن عدد كبير من الأحزاب استعملوا وسائل ما يش يعني جمع الاستمارات من طرف المواطن ولكن جمعهم من قبل البطاقية لداخل البلديات والدليل نجمق له لكم يعني صراحة نعطيكم مثل في نظن في 14 أبريل القائمة المسؤول مسؤول القائمة تعولية الجلفة تقدم ل تنسيقية لجنة المستقلة للانتخابات وتقدم بألفين ومئتين توقيع في الألفين وهو كان الرقم السادس يعني هو اللي تقدم بعد خمسة قوائم أخرى المفاجأة أنه على ألفين ومئتين توقيع ألف ومئتين توقيع سقطه له بحجة أنه هذا الألفين ومئتين أعطاه الإمضاء أنتحهم لقائمة مسبقة لدارة إداع هذه التوقيعات من قبل وهذا غير ممكن تماماً ومستحيل وش يعني أنه عدد كبير من الناس اللي دفعوا التوقيعات جابوهم من خلال البطاقية ووقعوا عليها وصادقوا عليها لأنه عندهم إمكانية المصادقة في البلديات وصبحوا هما يعني الأسماء انتحهم وكل القوائم اللي يجي من بعد يسقطوا لهم الأسماء ليكونوا مزدوجة شفناها هذا أعطيتكم مثل بالأرقام شفناها في عدد كبير من النواحي قدمنا احنا في نهاية حوالي سبعة وتلاتين ألف توقيع عبر ستة وتلاتين نظن ولاية لفاقت تلتمية توقيع لأن الولايات اللي ما لحقتش لتلتمية توقيع توقيع توقيعات هم تدخلش في الحساب النهائي فعلى أساس سبعة وتلاتين ألف توقيع على مستوى الوطني قاتلنا نظن شوية أكتر من ستة وعشرين ألف بس شوفوا يعني النسبة ضخمة جدا وين سقطوا سقطوا هاد التوقيعات المهم نظن أن هناك يعني مع هاد عملية التوقيعات بداية تع الممارسة تع السلطة المستقلة للانتخابات وأنا نشكر لإخوان في السلطة لأن عدد كبير من المرات وين كانت عراقيل في بعض الحين نجم نقول عراقيل بلك مباشرة وبوعي ساعدونا بش رفعنا هاد العراقي كانت واضحة لكانت ضد القانون مثلا نقول مثلا كان في ولاية من الولايات طلبوا بش ما يدروش المناصفة بيعني مقعد حاول يرفض لهم طالب وهدف القانون يعني مباشر لكل الأحزاب فبعد الأمثلة هذه كانت عراقيل ولكن بالتعاون مع السلطة نعترف نعترف أنه كانت كانت تفاهم وحاولنا نجاوز هذا العراقيل اللي كانت يعني ربما تشكل حاجز أمام عدد كبير من الأحزاب ما وش غير من جيل جديد فهذا هو في النهاية توقعات هذه كانت عسا تكرهوا شيء وهو خير لكم مدام أنه العمل الميداني كان قوي للإخوان المناضلين ونشكرهم اليوم من خلال القنوات نتعكم نشكرهم على العمل اللي قاموا به والجهد اللي قاموا به في الولايات وحتى ننجا ما نقول نضيف شيء أنه هاد 36 ولاياء كل واحد منهم ساهم في الرقم الإجمالي وما كان حتى وحدد كل على الآخر وهذا يعني أنه الحزب متماسك وكل الولايات مهما الحجم العمل انتحها ساهمت وشاركت في النجاح النهائي عندما وصلنا للرقم العتبة 25 ألف السؤال الثالث الإنقلاب على المواقف الجيل الجديد أنا تكلمت قبيلات في هذا الشأن كثير ما أنه بعض الإخوان أنا ما نتكلمش عن الناس لنيتهم ماش صافية يعني بينين يحبوا يخونوا باش يفرغوا السحة السياسية ويبقوا وحدهم إلى آخر ما نتكلمش عليهم لنية غير حسنة لكن كاين نعترف كذلك كثير من المواطنين ما فهموش الموقف الجديد وحسوا كأنه مشينا يعني نقالبنا من معارضين إلى ربما يقول يفكروا موالات إلى شيء من هذا النوع وهذا ما عندوش أساس تماما قلت أنه كثير من الإخوان المواطنين يفكروا في المشهد السياسي لكن دائما بطريقة منطقة الآن آنية يعني لومومو كأنها صورة ويحكم على الصورة هذه يعني في مثلا في 22 فبراير 2019 يحكم أنا دك على موقف واليوم في آفريل 2021 يحكم على موقف وما يربط دائما المسار التاريخي الحديث تعالحزب ولا تعالرجه السياسي هنا لازم وسائل الإعلام التي توضح هذه الأمور لأن المسار السياسي يجب نرى كشارية كوميون فيديو وأكثر هذا كمسلسل لكي نفهم الموقف اليوم يجب نفهم الأسس التي نطلقنا منها وين نحب نذهب هذا الوقت الإنسان يستطيع أن يحكم أما أنت موقف واحد يلغي عشر سنين ولا ثلاثين سنة من النضال بسرعة فائقة هذا ليس معقول ومنظر أنه يجيب النتيجة فإذن الإخوان يفكروا بهذه السهولة أن ناس لمارسوا المعارضة منذ ثلاثين سنة وعمرهم ولا سقطوا في فخ المزاية على السلطة وكانت الإمكانيات كلها باش الإنسان يشارك في أحزاب سياسية مهما كانت مولاد ولا معارضة لداخل المؤسسات ولم نصبت في تلك الفخ وعندما الناس كانت ما تجرأش باش تنتقد سلطة أحنا كنا من الأولين وكنا في الشرع فكيف بعد ثلاثين سنة يعني فجأة عندما الشعب راه نوع ما ثائر نروح ضد الشعب ونروح نسند في دهنهم سلطة فسيدة هذا غير منطقي وغير غير مفهوم تماما فنعود نأكد جيل جديد عنده مشروع ومشروع المجتمع كل إخوان اللي حبين يفهموه يقدروا يروحوا للموقع عن تعجيل جديد ويقرعوه يعني يراها متواجد جيل جديد عنده برنامج برنامج سياسي ليجي يحاول باش يعطي الآليات يعني المجسدة نجم نقول باش نحقق مشروع المجتمع وبالمناسبة لأول مرة نقول في الأيام المقبلة إن شاء الله رح نعلن على البرنامج تاعة 2021 مشروع مجتمع هو يعني صدق عليه المؤتمر وآخر مؤتمر في 2017 ولكن المشروع تاعة البرنامج السياسي يتعاود يجدد والمشروع تاعة 2021 إن شاء الله نعطه الإعلام رح جاهز نهائيا فإذن جيل جديد عنده مشروع مجتمع عنده برنامج سياسي عنده رجالات يعني رجال ونساء سياسيين متكونين لحبين نوصل إلى هدف استراتيجي وأساسي لقلناه منذ تأسيس الحزب وهو الوصول إلى بناء دولة القانون والديمقراطية لتكون ديمقراطية متوازنة بدون من مسوا لثوابت الأمة خليونا نجمع يعني شعب هدايا على أساس قيم مشتركة ومن عمقوش في الإنقسامات نخرج من الإيديولوجيات ونذهب إلى حلول موضوعية أمام مشاكل موضوعية الجزائر عندها مشاكل عدة في كل في شط الميادين فعلينا أن نأتي بأجوبة وبحلول لنقترحها على الشعب وخلي الشعب يختار وإلى الشعب يعطي لنا القوة من خلال انتخابات قوة كافية باش نحاول نقدم ونساهم بالبرنامج جنة أما فكرة هذه موالات والدهاب يعني دائما نسفق على الحاكم هذه تماما ما يش من الإخصال تعنا ما يش من القيم سؤال الرابع كان حول ما كنت جاوبت عليه سؤال الأخير هل بإمكان جيل جديد يدير اجتماع أو يجيب ناس بالتويتر ما نظرش أنه سياسيين عندها معنى نذكرك أنه كان واحد قبل ما نقول الاسم بتويتر أو بإنستان جرام أنه جمع عشرة آلاف في رياد الفتح هذه الظاهرة تاع سوسيال ميديا كالناس قضية البوز هذه ناس تحب شي جديد ولكن هل هذا يبني حزب سياسي هل هذا يبني قاعدة نضالية حقيقية هل هذا يبني غدوة مؤسسات هل هذا يبني دولة فالمهم ما هو التجمعات التجمعات أنا شفنا وش دروف في قاعدة خمسة جوليا جمع الناس لأن كل واحد عنده واحد يحب يحوص واحد يحب يعطيه مصروف هل هذا هو الذي نبني به الدولة الجزائرية لا نظن الآن بعد عشرة سنين ونعمل في جيل جديد انطلقنا من السفر والآن لدينا إطارات متكونين لدينا تكوين دخل حزب لدينا يعني الناس يعرفوا الهوية تعالحزب يعرفوا شخصية تعالحزب يعرفوا نوع ما اتجاه تعه ويعرفوا الوجوه تعه نظن هذا هو الشيء لنقدموه المجتمع الجزائري لأن غدوة عندما الناخب يتقدم أمام صندوق الإختراع يكون عنده قوائم عدة البعض منها يعرف شخص ولا شخصين يعرف إما من العائلة تعه ولا من العرش تعه ولا جاره ولا هل هذا يكفي باش نزكيوه بصوت ويصبح يسير في يعني يدير القوانين يسن القوانين في المجلس الشعب ما نضنش لازم نعطيه للمواطن الجزائري الجزائري لإمكانية الإختيار ما بين الطروحة فكرية وبرنامجية لتلائم المصلحة تعه كمواطن طروح تمشي في سياق مصلحة البلاد ولكن هذه الديمقراطية لأن وش هي الديمقراطية هي آلية لتخلي نتعامل بروح يعني تسامح ما بين مصالح متنقضة في مجتمع مصلحة تراج الأعمال ما مصلحة العامل يخدم عنده واحد يحتاج نقابة الأخر يحتاج يعني يدفع على شركة تعه كائن طبقات في المجتمع كل واحد يدفع على الفكر تعه وزيد حتى فكريا كائن تيار ينتمي إلى تيار محافظ نوعا ما إسلامي البعض الأخر يفكر لايكي يفكر ليبرالي يفكر كل واحد كيفاش حنا دور تعنا هو أنه نقدم للمواطن الطروحة واضحة باش ما تكون شوكوك فيها يعني شوية منها وشوية منها ونخلطو تكون واضحة وخلي المواطني يختار ويعطي لك القيمة في المشهد السياسي وبالقيمة في المشهد السياسي توزن تقدر توزن نائب واحد ولا توزن أغلبية في البرلمان خلي الشعب يقرر لأن في نهاية الأمر عندما نقول الشعب 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 يعني كفكرة لتجمع روح الشعب مفهوم ولكن الشعب هدايا عندما يتفق كيفاش يتفق على كلمة يتحول من شعب إلى كتلة ناخبة والكتلة الناخبة هي اللي رايح تفرق الأصوات وتعطي أغلبية أو أقليات هي اللي توزع قيوة السياسية باش هذاك الوقت المؤسسات يخدموا على أساس هذاك التوازن فإذا نحنا خرجنا تماما منذ زمن ومن جمق وعملنا ولا دخلنا في الحقيقة من التفكير الشعبوي اللي يظن أنه عندما تجيب الغاشي كما كان يقول نظن ربي يرحمه سعبد الحميد بن باديس كان الشعب يجمعوا البندير ويفرقوا العصاء يعني كان مشكل برك الناس اللي يروحوا برك لأنه يجير يرفع الصوت ويتغنى بواحد المصطلحات الديماغوجية والناس تسفق ما نظن شهد أن نبني به أمة ومن بني وش به يعني دولة قوية شوفوا في العالم كاين يلي الأسف بعض الشعوب تتكلم كثير ولكن لا تفعل شيء وشعوب أخرى لا تتكلم تماما ولكن تفعل كثير تعرفوها تعرفوا هذه الشعوب يعني يقوموا بالواجب التحهم يقوموا بالعمل التحهم عندهم قيم أخلاقية لتخليهم يروحوا أما بعض الإخوان عندهم القيم في المصطلح ولكن في الأفعال يلي الأسف ما شوفوه عدو المصطلح 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 السلام عليكم ميسر محمد يصحف من قناة الشرق السيد جلالي الملاحظة في الشارع أن هناك جبهة من الرفض للمصطل الانتخاب خاصة في الشرعية المقبلة وهذه الجبهة تتغدى من مشاكل المحيطة بيومية لمواطن ما هو الخطاب الذي ستتبنى هم أنتم في حزب جيد جديد لتحفيز المواطن عن المشاركة والتصوية لصالحكم وثانيا هناك امتعاد من قبل عديد الأحزاب حول الهوس للمجتمع المدني بالمشاركة في الشرعية لأن الكثرة القوائم المترشيحة للشريعية خاصة لدى المجتمع المدني ربما سيتسبب في تبخر الأصوات هل هذا يشكل عائق بالنسبة لكم شكرا نجاوب مباشرة أحسن برك الله وفيك سؤال الأول تاكهو مربوط بشطر الثاني تاكهو سؤال تاكهو ربما ما جاوبتلوش وهو مشكلة الثيقة في البلاد هذا واقع من كروش هناك عدم ثيقة في المجتمع لأمام الفعل السياسي عموما مش متقبل بعض الأحيان السلطة نفسها ومش متقبل أحزاب السياسية ومش متقبل طبقة السياسية ككل وهذا أصبح لنا من الحواجز اللي لازم علينا نتفوق عليها لازم نمر لأنه لم يكن خيار آخر دولة تتأسس ولحب تكون ديمقراطية على أساس فكر يكون متنوع داخل المجتمع وباش هذه الأفكار متنوعة يكون عندها الحد باش تعبر على نفسها سياسيا تجي من خلال أحزاب سياسية اللي تنظمها مازال ما وصلناش لهذه المرحلة وربما رأنا في البداية لازم في نهاية الأمر كهدف لنوصلوا له هدف استراتيجي هو أنه الأحزاب السياسية بالتنوع متحا هي اللي تصبح تقود الرأي العام كل واحد بالشريحة و بالانتخابي كيفش وين رأنا راحي برك ممكن جدا نقول أنه ما كانش يعني ربما ما تكونش المشاركة قوية في الانتخابات المقبلة عدد كبير من الناس راح ما يقاطعوا يعني تلقائين ما بدون ما موش مقاطعة سياسية كاين البعض كاين فئة اللي راح هتقاطع على أساس قرار سياسي واضح عندو هدف سياسي ونقدروا نحترموا نحترموا يعني هذا الموقف لكن كاين كتلة من الكتلة الناخبة أو اللي مسجلة في القوائم ولا حتى اللي مش مسجلة ولكن الناس اللي بالمفروض كانوا يصوتوا هذا ما عندها حتى نية ولا تصوت لا على حتى وحد هذا يعبر على أنه المجتمع الجزائري ما زال ما عندوش الثقافة سياسية ومش راجع المشكل مش راجع للفرض الجزائري راجع الممارسات سياسية السابقة يعني مع التزوير مع التلاعب بالأصوات إلى خير يخلى عدد كبير من الناس ما تزيش تروح تصوت هذا واقع اليوم وش نديرو أمام هذا المشكل هل ننتظر كما يفكر البعض حتى يعود يجي وعي سياسي ونخلق ثقافة سياسية من جديد وخلي الناس تروح تصوت ولكن فيوق وكيف ونظن أنه البلاد ما تقدرش تقعد هكذاك بمؤسسات غير شرعية فمحتم علينا نروح للانتخابات هل نسبة المشاركة تكون متوسطة ومقبولة هذا الله أعلم نحن نخدمه باش في الميدان نقنع أكبر عدد من الناس باش تروح تعطي الصوت تحا درك خطوة بعد خطوة الانتخابات شرعية منش عارف هنا نقول هكذا رقم بدون ما عنديش إحصائيات ولكن مقارنة بالانتخابات بالاستفتاء ربما يكون قريب الضعف لأن مفهوم في استفتاء عندك نص نص صعب باش الناس تحلل وتفهم وباش تروح تصوت على نص شو صعب ولكن في انتخابات شريعية عدد كبير جدا من المطرشحين راح يجندوا الناس حولهم راح يجندوا شو شريحة من الشارع راح يتخلق حركية فنظن أنه يكون على الأقل ضعف الاستفتاء الانتخابات المحلية اللي تجين بعد لو كان نتائج التشريعية تكون مرضية وشعب يلمس أنه السلطة حقيقة عندها نية باش يكون احترام الأصوات لتدخلوا في الانتخابات المحلية بريحية فهذه صيلة تثيقة ما بين المواطن والعمل السياسي والطبقة السياسية يأتي بخطوات لا يمكن أن يأتي مرة وحدة مستحيل هذه حول حول الثقة طبق الأصوات شوف العملية الانتخابات المقبلة صعبة لأن تجربة جديدة يعني كيف شدروا القوائم كيف قانون الانتخابات غير بعض الأشياء يعطي أكبر حرية للمواطن باش يختار المطرشح اللي حبه هو في القائمات على الحزب اللي حبه يعني عنده خيارين متتالية اللول يختار الحزب ومن بعد يختار المطرشح دخل الحزب هذا هذا شيء جيد جدا وانا نقول لكم صراحة كنديرو المقارنة مع عدد كبير من النمط الانتخابي عدد كبير من البلدان من أحسن من أحسن قانون في العالم صراحة أحسن بكثير ما يجري في أوروبا مثلا لأن النظام هذا الانتخابي يعطي حقيقة الفرصة باش يدهر الصورة الحقيقية للمجتمع الجزائري مثلا في دول الأخرى تستاني ديلا الانتخابات يعني الدائرة الوحيدة ويكون بالأغلبية بدورين le scrutin majoritaire على دور sur une circonscription unique كمسرات جرت في سنة 1991 في الجزائر هذا النمط يقصي عدد كبير من التيارات ويركز كل المقاعد على 2 و3 من الأحزاب هذا الذي يجري في عدد كبير من الدول فإذن نمط الانتخابات إيجابي جدا الآن هل تكون صعوبة في التطبيق نعم لأن لأول مرة الناخب الجزائري سيشوف نمط جديد هل يتكيف معه مباشرة ولا تكون له صعوبات هل يكون يعني شيء توزيع و يعني كيف نقول الأصوات يعني تبعثر ممكن ممكن ولكن هذا قاعدة اللعبة على الجميع نحن نخسر فيها والأخرين نخسر فيها معلش هذه مرحلة نتعلم نتعلم هذه الفكرة الأساسية التي طرقت لها قبيلات أنه انطلقنا مع الدستور وهذه الانتخابات الشريعية مع كل التغييرات انطلقنا في بناء نظام أو منظومة سياسية جديدة هل ننجح لا ننجح يقعد سؤال مضرحة 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 سؤال سيد الرئيس في البداية تكلمنا على السوق العملية الانتخابية أيضا حزب جيل جديد لم يوم في آخر يوم لم يكن من بين الأحزاب لا كنا كنا ما بين الأحزاب نعم قبل تعجيل قبل تعجيل نحن لكن تكلمت أنه ربما صارت أشياء في بعض الولايات نعم كيف سينعكس ذلك على نزاة مشافة الانتخابات نعم أول شيء الثاني لما عرفنا بشخصكم مسير تك السياسية قلنا بأنه كان عندك خلاف مع رئيس حزب التجديد الجزائري إذن ما هو سبب هذا الخلاف وكيف تقرأ الأراء التي راومت إليها الآن حتى أنه أصبح يركون العملية السياسية في رماتها نعم فضل السؤول للول نزاة الانتخابات نحن نتعامل مع واقع ترك الجزائر تسيرت عشنا عشرية حمراء ولا سوداء كل واحد يعطيها اللون الذي يشوفو تسعينيات كانت من أصعب الفترة عشنا عشرين سنة تاع انحرافات خطيرة جدا منقدروش اليوم ننتظر أنه انتخابات تكون نزاة مية بالمية المشكل ماوش في الإرادة السياسية على رئيس الجمهورية هو رئيس الجمهورية ما راش متحزب وهم عندوا حتى ميولاء وأكد لي يعني الرغبة تاعه باش تكون بنزاة مية بالمية ولكن تعرفوا كاين محلي عدد كبير من الناس وقلوها بناتنا مثل تبقي العصابة ما انتهج ونظن أنه من الشجاعة أن أحزاب سياسية وحتى قوائم حرة تدخل الانتخابات والميدان مازال ماشي مطهر لأن كاين ممارسات لترجع للنظام السابق ولكن من نجموش يعني نضرب مصدقية العملية كلها لأن تبقى ممارسات محلية فما هو مستوى نزاهة الانتخابات حنا نظن أنه يعني مستوى يكون جيد جدا ويخلي الشعب يعني يعبر على رأيه إما تكون هناك يعني بعض الخروقات نظن نجم تقريبا شي طبيعي السؤال الثاني تعك أنا أحب ترجع 22 سنة الوراء وما نظن فيها فائدة تجربة في السابق انتهت كما كتير من المناطلين عندما يناضلوا في حزب مع ناس ومعنى يختلفوا في الآراء ما 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 نظن أنه أما المواقف الأخيرة تع تع رجل سياسي نظن كل واحد حر في الموقف تعه مدام يتكلم مع رأي عام لهو يحكم خلي أنا ما عندي الحقيقة المطلقة في يدي وأنا ما نقدر من منطلق من هذا حقيقة مطلقة في يدي رح نحكم على الآخرين أنا عندي قانعة عندي مشروع عندي برنامج ندفع عليه أما الآخرين مدام في إطار الجمهورية الجزائرية في إطار الوحدة الوطنية في إطار القوانين الدستور الباقي كل واحد حر أنا ما عندي تعليق على الآخرين مرغم آخر سؤال ما هو موكف من الحرك الشعبي الحالي وأيضا بعض الشعارات المرفوعة بد بعض المؤسسة في دول شوف الحراك كحراك منجموش نقولو أنه اليوم الحراك الحالي يمثل الحراك بالمفهوم الوسع أنتعو 22 فبراير 2019 لأن كانت الناس تخرج وإحنا ما بينهم بالملايين في الشهور الأولى الآن أصبحت ربما ببعض الآلاف هذا ما يعنيش كل ما يخرج عنده أغراض سيئة ولا مش من هذا الباب ولكن نظن أنه الحراك نقسم على فكرتين ومن بعد التاريخ يعطينا الحجم تا هذا الانقسام كاين فئة لأمنة بالحوار وباليران ندخلنا في مرحلة بداية التغيير ولازم نعمل ميدانيا في يعني المعترك السياسي باش نغير لكي نحقق التغيير هذا نظن نحن من الإخوان التي اختاروا هذا الطريق وهما كائن يعني إما مهيكلين ولا مواطنين فقط التيار الآخر يفكر انه حان الوقت باش ندير ثورة وانسقط نظام المشكل انه وراء فكرة سقوط النظام هي سقوط الدولة ونوع منخلط ما بين نظام سياسي ودولة وأخطر من ذلك المؤسسة العسكرية فإذن عندي هدف إسقاط الدولة نضرب بالركيزة تعهد الدولة فنضرب بالمؤسسة العسكرية لذلك الشعارات الأخيرة خطيرة وغير مقبولة تماما لأن أنا كنت كلمت عليهم هذه الجماعات لأنا لا أدري إذا كان عندهم يعني محرك أقوى منهم لأغراض جيوسياسية لحبين يضعف الدولة الجزائرية باش يعني يختنموا الفرصة وتكون لهم امتيازات أكتر من الدولة الجزائرية إلى خيره شيء ممكن المهم أنه الاتجاه هذا تعم حاولة ضرب أسس الدولة الجزائرية غير مقبول تماما فتوجيه الأسهم ضد المؤسسة العسكرية يعني أنه هناك نية واضحة لكسر الدولة الجزائرية وهذا ما نقبله شكرا شكرا لك أستاذ جلالي سفيان على حضورك معنا اليوم في هذا المنتدى السياسي الأول حول تشريعيات الثاني عشر من شهر جوان لهذه السنة شكرا لرحابة صدرك لإجابتك على كثير من الأسئلة الشكرا الكبير لكم وانتم زملائي الصحفيين من كل الوسائل الإعلامية الحاضرة معنا اليوم وجددوا دعوتكم لمنتدى غادا بإذن الله الذي سنستضيف فيه طاهر بن بعيبش رئيس حزب الفجر الجديد صحر رمضانكم صحف طوركم إلى معيدين آخر أترككم في رعية لأوحظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحف طوركم الله أعلم